السلام عليكم. احنا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. النهاردة معايا فكرة صورة جديدة. انقدر ان احنا نعملها في البيت بتاعنا وكمان على الطريق الموبايل. وبالنسبة لبرنامج التعديل فهنستخدم تطبيق بيكس ارت. ودي فكرة صورة من سلسلة اتصور في بيتك. الاول ابتديت اختار حيطة سادة عندي في البيت. وابتديت ان انا اجيب كرسي واتصور عنده بطريقة عادية جدا ممكن ان انا اتصور من وراه واسند عنقي. بحيس ان انا تكون صورة مختلفة شوية. ولكن الصورة بتاعتنا مش تقف عندي جدا. فانا اتصورت تلت صور الصورة دي. والصورة دي. وكمان الصورة دي. وبعد ما تصورتهم وتأكدت ان كل حاجة فيهم تمام. ابتديت اروح عند تطبيق بيكس ارت. ومن بيكس ارت بشكل سهل جدا وسريع عشان الصورة تبقى سهلة وكل الناس تعرف تعملها. ابتديت ان انا اجيب الصورة بتاعتي. خش على اداة ستيكر. وابتدي ان انا اكتب وهيزهرني ظل او شادو من اللي هو بيبقى موجود قدام الشبابيك. وكمان المميز ان هي حاجات مختلفة سنقدر ان انا اخطار ما بينهم. فاخطار اي شكل يكون مريحني. وازبطه على نفس حجم الصورة بتاعتي بالزبط. فاجي من اداة وبتدي ان انا اغير المود بتاعها. عشان يبتدي يوظف لي ده على حسب ان صورة. والمميز ان هو بيغيرني مود الصورة كلها. يعني هنا الاضاءة مش مهمة اوي. لان هو بيغير الاضاءة اريدي. ممكن ان كنت ده تخش من الادوات على ادات او تعديل. بتعدل شوية في الدرجات الاضاءة. مسلا تقلل الاضاءة. بحيس ان الصورة تبقى مهمة شوية. وبنفس الطريقة دي ابتديت ان انا اعدل عليها على ثلاث سورة دولة. وبس كده حلقة بسيطة وفكرة بسيطة. اتمنى ان هي تكون عذابتكم. ما تنساش اللايك والمتابعة على الكومنت سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. ما تنساش انك انت التباني. انا احيا الجافعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.